قامت صاحبة السمو الملكي كاميلا دوقة كونوال ترافقها سمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة حرم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدة بزيارة صباح اليوم إلى دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنميات الاجتماعية وقد شاركت سموها في جلسة نقاشية مع ممثلين عدد من المؤسسات الرسمية وغير الحكومية من المختصين بهذا المجال وذلك بحضور مدير الدار الدكتورة هودا المحمود والسيد حميد محسن رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية كما اطلعت سمو الدوقة على عمل وخدمات الدار واستمعت إلى إيجاز عن دور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكا بنت إبراهيم آل خليفة في دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المعنفات وتطوير الاستراتيجية الخاصة بحماية حقوق النساء بشكل عام وبهذه المناسبة أشهد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بعمق العلاقات الثنائية التاريخية البناءة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة مشيرا إلى حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة وذلك في ضوء الخبرة العريقة والمتميزة والرائدة التي تتمتع بها المملكة المتحدة في مختلف المجالات وقال سعادة الوزير أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات الحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وقوانين الأحداث والتأهيل وغيرها من المجالات الاجتماعية المختلفة وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والتنسيق والدعم الفني بهدف تطوير جودة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وخلق ثقافة مجتمعية قائمة على التكافل والشراكة والاستدامة تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال وبما يحافظ على موقع مملكة البحرين المتميز إقليميا وعالميا دار الأمان هي دار للإيواء للمتعرضات للعنف الأسري وأولادهم القصر وتعمل على مدار الساعة وتم افتتاحها عام 2006 ميلادية من قبل قارنة جلالة الملك المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة وتمثل الدار نموذجا للشراكة المجتمعية في مملكة البحرين بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية ذات الاختصاص وتدار بإشراف من قبل جمعية الاجتماعيين البحرينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة